بسم الله الرحمن الرحيم ورحباً طلاب الفيزياء طلاب الحادي عشر معنا اليوم تمرين عن المقذوفات قبل ما نبدأ حاب نوضح لكم أن في القناة توجد مقاطع أخرى أيضاً عن المقذوفات وتتحدث عن تفاصيل حل المتغيرات سواء السرعة التسارع الإزاحة والزمن طيب نبدأ مع هذا التمرين اللي هو من المقذوفات رمي حجر إلى أعلى جرف طوله H إذن الطول H كما هو موضح بالشكل التالي بسرعة ابتدائية 42 متر في الثانية بزاوية 60 مع المستوى الأفقي ننتبه أنه المستوى الأفقي يصطدم الحجر عند النقطة A كما هو موضح بالشكل بعد مدة زمانية خمسة ونص ثانية من الانطلاق إذن هذه النقطة A وهذه نقطة الانطلاق أو جد الآتي قبل أن ننظر إلى الأشياء المطلوبة أول حاجة نحتاجها بما أنه مقذوف في بعدين أو مقذوف أو يتحرك على شكل مقذوف أول حاجة نحتاجها نحلل المتجه متجه السرعة اللي هي السرعة الابتدائية في آي فبالتالي بيكون لدينا في آي اكس بيكون لدينا في آي واي فأول حاجة نحتاجها نحلل المتجه السرعة الابتدائية فبالتالي الزاوية هذه ستين مثل ما هي معطاة في المسألة فبالتالي في آي اكس راح تكون في آي اكس بتساوي في آي كوزاين الثيتا اللي هي الفي آي معطاة اللي هي اثنين واربعين كوزاين الستين تساوي بنوجدها بالحاسبة ونكتب أيضا الفي آي واي راح تساوي في آي ساين الثيتا طبعا من اللي ياخذ الساين ومن اللي ياخذ الكوزاين موجود في مقاطع سابقة تكلمنا عنها في المقذوفات راح تساوي اثنين واربعين ساين الستين تمام اذن اول حاجة نحتاجها ناخذ المركبة السينية والمركبة الصادية بيكون كوزاين الستين ضرب اثنين واربعين راح يساوي واحد وعشرين اللي هو الكوزاين ستين في اثنين واربعين اللي هي المركبة السينية واحد وعشرين متر في الثانية نوجد الآن المركبة الصادية للسرعة الابتدائية اللي هي ساين ستين في ثنين واربعين راح يساوي بالتقريب ستة وثلاثين فاصل سبع وثلاثين متر في الثانية تمام اذن بعد التحليل الآن نبدأ نتأمل لمعطيات الأخرى نلاحظ أن هذا الارتفاع هذه النقطة وأقصى ارتفاع يصل إليه الحجر اللي هو تمام خلنا نشوف الأشياء المطلوبة ارتفاع الجرف لا هذا هو الجرف ارتفاعه المطلوب اللي هو ارتفاع الجرف طبعا هي هنا تمثل ماذا تمثل دلتا دي واي الإزاحة في البعد الصادي تمام لإيجاد الإزاحة في البعد الصادي نختار إحدى المعادلات اللي تحتوي على الإزاحة في البعد الصادي تمام ننتبه هنا في بعض المعطيات جاهزة خلاص إذن ألف دلتا دي واي تساوي في آي واي تي زائد نص لأنه تسارع الجاذبية فجي تي تربيع الزمن معطى خمسة ونص تمام الفي آي واي أوجدناها ستة وثلاثين فاصل سبعة وثلاثين التسارع الجاذبية هنا ننتبه هذه نقطة تكلمنا عنها في مقطع كامل في القناة موجودة بحثوا عنه أن الجي دائما تحسب سالب عشرة متر في الثانية تربيع في وين ما كان معنا مقذوفات أو سقوط حر فبالتالي الجي دائما نستخدم فيها السالب وبتكون سالب عشرة متر في الثانية تربيع إذن دلتا دي واي راح تساوي في آي واي معنا اللي هي ستة وثلاثين فاصل سبعة وثلاثين ضرب التين اللي هي خمسة ونص نغلق القوس طبعا الموجب في سالب جي لأن الجي سالب هنا الجي سالبة فالسالب تضرب في الموجب راح يعطيني سالب تمام سالب نص في عشرة في تي تربيع اللي هي خمسة ونصف تربيع نغلق القوس إذن دلتا دي واي راح تساوي آآ أولا نبسط ننتبه أو نضرب نجري عملية الضرب هذه ثم نطرح إذن خمسة ونص خمسة ونص في ستة وثلاثين فاصل سبعة وثلاثين راح تساوي ميتين تقريبا فاصل صفر أربعة ميتين فاصل صفر أربعة ناقص تمام خمسة ونصف تربيع في عشرة في نص راح يعطينا مية واحد وخمسين فاصل خمسة وعشرين فاصل خمسة وعشرين تمام الآن نجري عملية الطرح للحصول على آآ الارتفاع الجسمول اللي هو دلتا دي واي إذن ميتين فاصل صفر أربعة ناقص واحد خمسة واحد فاصل اثنين خمسة إذن ثمانية وربعين فاصل تسعة وسبعين تمام إذن نحن هكذا جوابنا على الجزئية ألف آآ الارتفاع هو ثمانية وربعين متر فاصل تسعة وسبعين متر تمام آآ ننتقل إذن ننتهينا من ألف ننتقل إلى با سرعة الاستدام عند النقطة طبعا لما الواحد يسمع كلمة سرعة الاستدامة يظن أنه استدم لا الاستدامة سرعة الاستدامة هي السرعة التي قبيلة لحظة من الاستدام هي تسمى في فاينل الآن الفاينل لها مركبتين مركبة سينية صادية في فاينل واي ولها مركبة سينية في فاينل اكس طيب من مميزات المركبة السينية أنها لا تتغير في آي اكس تساوي في فاينل اكس ونحن معنا الآن في فاينل اكس في آي اكس معنا أوجدناها في التحليل لماذا الفاينل اكس تساوي الفي آي اكس لأن المركبة السينية لا تتغير قيمته لأنه لا توجد قوة في البعد السيني فبالتالي الفي آي اكس تساوي الفي فاينل اكس والقيمة معطاة التي هي 21 أو أوجدناها 21 متر في الثانية إذن المطلوب الآن إيجاد الفي فاينل واي طبعا نستقدم معادلة الفي فاينل واي إذن في فاينل واي تساوي في آي واي زائد جي تي إذن في فاينل واي راح تساوي الفي آي واي معنا اللي هي 36 وثلاثين فاصل سبعة وثلاثين زائد نفتح قوس الجي سالب عشر ضرب خمسة فاصل خمسة الآن نجري عملية الضرب أولا ثم نجمع أو طبعا بالأحرى بيكون طالح لماذا؟ لأن الموجب والسالب راح يعطيني السالب إذن ستة وثلاثين فاصل سبعة وثلاثين ناقص خمسة وخمسين ورح يساوي سالب ثمنتعشر فاصل ستة ثلاثة إذن سالب آآ ثمنتعشر فاصل ثلاثة وستين متر في الثانية السؤال الآن أستاذ لماذا الإقابة بالسالب؟ هل الإجابة مقبولة بالسالب؟ نعم مقبولة لأن اتجاه المركبة الصادية هو اتجاه الأسفل وتكلمنا مرة أخرى في مقاطع سابقة عن المقذوفات ارجعوا لها الفي فاينل أو الفي لما تكون للأسفل اتجاه للأسفل فهي تأتي سالبة فبالتالي هذه الإجابة اللي حصلنا عليها هي إجابة صحيحة تمام؟ الآن معنا المركبة الصينية معنا المركبة الصادية معنا قانونين هنا لإيجاد لإيجاد المركبة إذن الفي فاينل راح تساوي في آي اكس أو في اكس عفوا أو في فاينل اكس لكن الفي فاينل اكس هي الفي آي اكس في فاينل اكس تربيع بقاعدة في ثاغورث لأن المحصلة راح تكون هنا هذه المحصلة طبعا هذا الظلع يكون هنا أيضا فهذا الظلع اللي رسمناه اللي هو الوتر هو المحصلة ولأنه الوتر فنستخدم قاعدة في ثاغورث في فاينل اكس زائد تربيع زائد في فاينل واي تربيع الكل تحت الجذر إذن راح تساوي في فاينل اكس اللي هي واحد وعشرين تربيع زائد في فاينل واي اللي هي سالب ثمنتعشر فاصل ستة ثلاثة ولا ننسى التربيع وأيضا لا ننسى الجذر تمام إذن في فاينل اللي هو الوتر راح يكون إذن واحد وعشرين تربيع زائد طمنتعشر فاصل ستة ثلاثة تربيع أيضا ناخذ الجذر راح يساوي ثمانية وعشرين فاصل صفر سبعة ثمانية وعشرين فاصل صفر سبعة متر في الثانية تمام إذن هذه الإجابة الصحيحة طبعا الواحد بيقول السرعة للأسفل لماذا طلعت بالموجب هي الأصل تطلع بالسالب ليش لأن الجذر التربيعي بيعطيني إجابتين يأما موجبة يأما سالبة الجذر التربيعي لما أخذ الجذر التربيعي في راح تساوي بالموجب والسالب فبالتالي راح ألغي السالب وأستخدم ألغي الموجب وأستخدم الإجابة السالبة إذن هذه هي راح تكون السرعة تمام إذن الفي فاينل هي ثمانية عشرين فاصل صفر سبعة وهو المطروف في الجزئية با ما طلب الزاوية لكن ممكن نوجد الزاوية لكن الآن نكتفي بهذا لأنه طلب فقط سرعة الاستدام عند النقطة ايه تمام هذه الجزئية با ننتقل إلى الجزئية جيم أقصر ارتفاع يصل إليه إليه الحجر اللي هو اتش كابيتل الآن هذي واش مميزات هذا الارتفاع أن السرعة الفي فاينل واي هنا تساوي صفر الفي اكس ما تتغير قلنا الفي اكس لا تتغير إذن التي تتغير اللي هي البعد الصالي فالفي فاينل واي راح تكون صفر لأن القسم يغير اتجاهه وينزل فبالتالي راح نستخدم المعادلة التالية في فاينل واي تربيع تساوي في اي واي تربيع زائد اثنين جي دلتا دي واي تمام كم الفي فاينل واي صفر إذن صفر تربيع صفر تساوي في اي واي معنى اللي هي ستة وثلاثين فاصل سبع وثلاثين لا ننسى التربيع ناقص لأن الجيب السالب ما ننسى الجيب السالب تكلمنا عنها فبالتالي سالب في موجب سالب اثنين افعشرة سالب عشرين دلتا دي واي الآن الدلتا دي واي تروح الطرف الآخر بالإشارة الموجبة راح يكون عشرين دلتا دي واي تساوي نربع ستة وثلاثين فاصل سبع وثلاثين راح تساوي الف وثلاثمية وثنين وعشرين فاصل ثمانية وسبعين الف وثلاثمية وثنين وعشرين فاصل سبع ثمانية تمام إذن دلتا دي واي راح تساوي واحد ثلاثة اثنين اثنين فاصل سبع ثمانية نقسم على العشرين للحصول على الدلتا دي واي إذن لما نيجي نقسم على العشرين واحد ثلاثة اثنين ثنين فاصل سبع ثمانية تقسيم عشرين راح يساوي ستة وستين فاصل واحد اربعة ستة وستين فاصل واحد اربعة متر إذن هذه الاجابة الصحيحة تمام إذن هكذا وصلنا إلى إجابة الجزئية جيم فكرة الجزئية جيم أن السرعة النهائية في البعد الصادي تساوي صفر ولذلك نقدر نستخدم هذه المعادلة الفي آي واي معنا الجي سالب عشر نجد نجد دلتا دي وي هنا تمثل الاج المطلوبة في الجزئية جيم إذن هكذا يكون حلينا الجزئيات الف وباء وجيم أنبه مرة أخرى أرجعوا للمقاطع السابقة تكلمنا عن الإشارات للسرعة الإشارات للإزاحة الإشارة لتسارع الجاذبية هذه مفاتيح تساعد في حل مسائل المقطفات والنقطة الأخرى المهمة لا ننسى التحليل نحلل هذه السرعة وخصوصا لليه السرعة الابتدائية إن شاء الله وفقنا في إصال هذه المعلومة لكم إذا كانت صورة واضحة أو عنكم أي ملاحظات حطوها بالأسفل وشاركوا بها زملائكم هذا المقطع وإن كان عنكم أي ملاحظات أخرى وضعوها في المحادثة شكرا وبارك الله لكم